السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مع المفيد في الرياضيات للمستوى الخامس بسدائي الصفحة 52. مع المثلت والمعين المحيط والمساحة. المحيط هو مجموعة الأضلع الخارجية لأي شكل. والمساحة نحسبها بعملية ضلع في ضلع. بعد مرات قسمة 2 نرى على حساب الشكل. نلاحظ الرسم جيدا ثم نلون الأشكال حسب التوجيه بعد التأكد بواسط الأدوات الهندسية اللازمة. اذا بالأحمر متلت. اذا لهذا تلاتي الأضلع. اذا بدون أدوات هندسية فهو متلت. نفسي الرقم اثنان احمر. نفسي الرقم اربعة فهو احمر. ثم بالنسبة لي اخضر معين. اذا هنا ستأخذوا بيركار. ستأكدوا بأن هذه الأضلع الأربعة ستجدوهم متقيسين. والقطران متعامدان. واحد كبير واحد صغير وبالتالي فهو معين. هذه الخصائص دي المعين. جيد. نحسب الآن في الدفتر بعد اخذ قياسات الأضلع بالمسطرة المدرجة. رقم الشكل واحد. هنا نأخذ مسترة. نقص الأضلع. اذا نبدو بالشكل رقم واحد. اذا نبدو بهذا الضلع هذا. اذا كما تلاحظوا. فهنا فيه ثلاثة فاصيلة خمسة فاصيلة ستة. اذا هنا كين ثلاثة فاصيلة ستة. من طبيعة الحال بالسنتيمتر. بالنسبة الاسفل. فهو تقريبا ما وصلش اثنين ضق واحد فاصيلة تسعة. سنتيمتر. بالنسبة لهذا. فهو اربعة سنتيمتر تلاحظوا اربعة وتدريجة يعني اربعة فاصيلة واحد. اذا اسمه هنا بالكوس غلقوا زاوية قائمة. اذا متلت. قائم. الزاوية. بالنسبة للمحيط. المحيط هو ما يحيطه بالشكل مجموع الأضلع يعني ثلاثة فاصيلة ستة. زايد واحد فاصيلة سعود. زايد ضربة فاصيلة واحد. هذا الواحد هنا يعطينا اثنان زايد ضربة ستة. تسعة فاصيلة ستة. سنتيمتر. بالنسبة المساحة فنضرب القاعدة في الارتفاع. ونقسم على جوج. حتى ضربنا هذه القاعدة في الارتفاع. ركعتين مستطيل. قسم على جوج. ان المثلات نصف المستطيل. كما نعرف قاعدة والارتفاع في الزاوية القائمة. هذه زاوية القائمة. احد أضلعها هو القاعدة والدلع الآخر هو الارتفاع. هذا عزيد في المساحة. ونضرب 1.9. نضربه في الارتفاع. 3.6. ونقسم على 2 إذن العملية إذن 1.9 ضرب 3.6 كأن الفاصلة غير موجودة 6 فتسعود 54 6 فتسعود 3 فتسعود 3 فتسعود 3 فتسعود 3 فتسعود سعود 6 فتسعود 64 ونقسم على 2 ثم نقسم على 3 نحن الثلاء ونقوم على العشور أربعة ثم نقوم على 4 من على 4 الثلاء ثم تسعود 3 فتسعود 9.4 مربع. نمشي للشكل اثنان اللي هو هذا. نحسبو الاضلاع الثلاثة باش نحسبو الموحيط باش نجمعوهن. اذا ندك النقص نهره ربعة فاصلة واحدة ايرتأكدنا فقط. هنا اربعة سنتيمترات فاصلة واحد. دونك هذا متساوي الساقين. بالنسبة لي في الاعلى. اذا نلاحظو اربعة سنتيمترات تقل التدريجة. دونك ثلاثة فاصلة تسعود. اذا هو متلت متساوي الساقين. متلت. متساوي. الساقين. اذا بالنسبة للموحيط سنجمعوهن الاضلاع. اربعة فاصلة واحد. زائد الدلع الثاني اربعة فاصلة واحد. زائد الدلع الثالث لثلاثة فاصلة تسعة. دونك هنا واحد نزيده هنا تولي ربعة وربعة ثمانية وربعة اتناش فاصلة واحد. ثم تسعود الوضع عمودي. فاصلة تسعة الفاصلة تسعة الفاصلة تسعة الفاصلة. بالنسبة للمساحة. اذا هنا ما عنديش زاوية قائمة. وبالتالي ندرنا بالكوس. هذا هو الارتفاع رسمه. يعني زاوية قائمة هنا يندروا زاوية قائمة. اذا القاعدة ارتفاع تسعة القاعدة. دوم واحد نعرف عمودي بزاوية القائمة. اذا القاعدة هي ثلاثة فاصلة leaked. الارتفاع هذا هو ل todifj. ثلاثة فاصلة leaked red. دوcak تسعة. نستعود ثلاثة فاصلة Guide. انular من طبيع هذا نقسم من النج opp08ollenطيام مستطيع ورحمل تسعة 1 2019ранщ Bunun قائد في الأرتفاع حchar أتي Yoga 13 2019 في ذات فاصلة feito lebar. 54 18 25 23 27 23 11 14 14 14 14 14 14 14 14 ثم أقسم على اثنان إذا نأخذ 14 سبعة فجوج 14 ننزل الصفر الذي هو العشور سوف نقوم بعمل الصفر ننزل الصفر ننزل الصفر اثنان سبعة فصيل الصفر اثنان ننزل الصفر جيد في الشكل 3 ننزل الصفر هذا معين المحيط هو الضلعة في 4 إذا سبقنا قصناه 4 في 1 4 في 1 1 جوج 3 4 في 1 4 في 1 4 في 4 16 نقوم بعمل الصفر بالنسبة ل المساحة نقلب على الزاوية القائمة في المساحة نقلب على الزاوية القائمة نضرب القطر الكبير في القطر الصغير نقسم على جوج لأنه عندما ضربت القطر الكبير في القطر الصغير سوف يجعلني جوج المعينة يعني مستطيل كبير والمعيارة هو نصف مستطيل إذن قاعدة كدولية القطر الكبير في القطر الصغير يعني هذا نخصي نقيسه هناك في سبعة القطر الصغير نقوم بعمل الصغير هناك فيه 4 فاصيلة 2 اثنين ونقسم على جوش نضع 7.4 فاصيلة اثنين نضع 7.4 فاصيلة اثنين 7.4 فاصيلة اثنين رقم وراء الفاصيلة 29.4 فاصيلة نقسم على جوش نضع هنا فيها واحد نقسم على جوش نقسم على جوش 9.4 فاصيلة اثنين والباقي واحد ننزل 4.4 فاصيلة اثنين نقسم على جوش 7.4 فاصيلة 14.7 بالنسبة لي الشكل الربعة فهو مثلت وهو قائم الزاوية اثنين بسبب المحدد سنجمع ثلاثة فاصيلة 6 هنا ثلاثة فاصيلة 6 نتأكد من هذه وهو يجب مصد ثلاثة 1.9 ثلاثة 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 4.1 3.6 2.0 7 9.7 9.7 بالنسبة للمساحة 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 حساب محيط الهندسية لا تنسى تحديد وحدة القياس محيط 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 مجموع الأضلع 17 17 17 17 17 17 17 17 1 جوج 3 خمسة ولكن سنتي متر المحيط هو مجموع الأضلاء بالنسبة لهنا نفس الشيء 3 مثلا زائد جوج فاصيلة 7 زائد جوج فاصيلة 8 سبعة وثمانية خمسطاش فسليل المحيط هو مجموع الأضلاء خمسطاش ثلاثة وثمانية خمسطا ثلاثة وثمانية خمسطا الآن الأضلاء الأضلاء سنقوم بعمل 3 يجمع ثلاثة ثلاثة وثمانية خمسطا ثلاثة وثمانية خمسطا حتى الأضلاء الخمسطا ستجدها خمسطا خمسطا 3.4.6.8.8.5 بالنسبة للهناية مجموعة الأضلع هذا معين 10 كل ما يكون 10 40 سنتي مطا جيد نكملنا سباح 52 من المفيد في الرياضيات المستوى الخامس بطدائي مع المثلوة المعين المحيط والمساحة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة والسلام عليكم